مع بقى البيت على بعضها هنحس الموضوع بقى ألطف ازايكو جماعة عند الوقت هنشرح الاول درس بقى في البرودوكشن عاملي بقى هنشرح درومز درومز بيتكون ازاي احنا شرحنا قبل كده توزيع بيتكون من ايه وليه وكل الكلام ده في الحلقات اللي قبل كده الحلقة دي هنشرح بقى ازاي تعمل دروم باتر ودي هنشرحها لكزا مرة هنشرحها للمبتدئين خالص تكلم في ازاي تعمل بيسيك درومز وبعد كده يعني نتعمق اكتر في الموضوع لو انت مستوىك متقدم شوية او ادفانست ممكن نعمل برضو حاجات تتكلم في حاجات يعني معقدة شوية عشان نفهم بقى الدرومز مع بعض احنا محتاجين نفهم البرنامج اصلا شكله عمل ازاي او ايه فكرته الوقتي عندنا اي برنامج في الدنيا مش لازم ده بس في حاجة اسمها تايم لاين ده اللي هو بيتدي اهو من الزيرو ده كده اول حاجة خالص رحاد بقى زي ما انت عايز قدام والجريد لينز دي اللي هي الخطوط اللي هي بالطول دي دي بتتريبزنت طايم الموسيقى اللي انت مختاره على اساس البيتس برمنت او البي بي ام اللي هي السرعة بتاعت الموسيقى زي ما قلنا ان البيتس برمنت اللي هي فيه كام بلس او كام يعني عدة في الديئة فلما بتحسب فيه كام عدة في الديئة بيديك value زمنية موسيقية يعني مثلا لو عندنا ال tempo بتاعنا البي بي ام ستين ستين يعني فيه ستين خطة في الديئة يعني ده زمن الديئة بالزبط كل ستين عدة هيدينا ديئة اللي هو كل ديئة فيها ستين ثانية طبع لو زاد عن كده معناها لو زاد مساء مية عشرين فده هيدينا ضعف الفاليو يعني دي ضعف سرعة الديئة ستين دي تعتبر موسيقى بطيئة جدا يعني أي حاجة ستين او حتى خمسين وكده ده دي بقى موسيقى بطيئة جدا جدا بتبقى ندرة اول ما تسمح موسيقى تحت الستين عادة الموسيقى البطيئة بتبقى مسلا من ستين لتمانين من تمانين للمية بتقى توسطها ومن مية لحد مثلا مية وعشرين ده بيبقى المزيقى السريعة شوية او اللي فيها حركة او دانس او رأس او كده بتبقى فوق المية من المية لحد مية وعشرين من اول مية وعشرين لحد مثلا مية وعشرين دي موسيقى دانس ميوزيك جدا زي مثلا ابلفتنج ترانس الريتم فيه فيه موسيقات كتيرة كده الكترونيك بتبقى سريعة زيادة عن نزوم طبيعي بيبقى مثلا لحد مية وثلاثين يعني طبعا فيه ممكن يبقى البي بي ام بتاعنا مية وعشرين بس التمبو مقسوم النص يعني انا مش لازم التزم بالعدات دي انها كل عدة لازم يحصل فيها حاجة يعني ممكن يبقى عندي مثلا سرعة مية واربعين وحس ان البيت سبعين يعني انا ممكن نقسم التمبو ده للنص يعني ممكن نحط نص الـ values بتاعت كل حاجة فهدينها بيت سبعين بالزبط يعني ممكن تلاقي فيه جونرس كتير بتبقى سرعتها مكتوب انها مثلا مية واربعين بس لما تجي تسمع تحس انها موسيقى عادية بطيقة يعني بس انها عشان مقسوم النص ده بالنسبة البي بي ام فمسلا افترضنا تعال نشتغل مية تمانية واربعين هتلاقي في اي برنامج او عندك اي فولدر في الكمبيوتر بيبقى فيه فايلز زي ما اتفقنا فيه samples بتجيبها samples دي مفروض ان انت برضو يبقى عندك فكرة انت عايز تعمل موسيقى شكلها عمل ازاي فانو بتحدد الموسيقى اللي شكلها عمل ازاي دي بتجيب samples اللي تليقى على النوع ده من الموسيقى فمسلا تعال نجيب مثلا حاجة electronic مثلا house او disco او كده فمسلا انا في البروزر بتاعي فيه لقيت samples مثلا صوتها electronic dance music تنفع بقى في الهاوس تنفع في الموسيقى اللي شبه كده فانا مثلا جبت لقيت مثلا four kicks جبت peditable kick ولو مش عارف عني kick يعني حاول برضو تعمل search كده على تفهم ايه الدرومز بتتكون من ايه بس يعب اختصار الدرومز بتتكون من kick وسنير وهاتس تمتومز crashes rides او samples ممكن side drums او cowbell او في حاجات تانية فالدرومز الالكترونيك يعني بتحاول تقلد شوية الدرومز الحقيقية اللي هي الاكوستيك وممكن يعني ساعات بتبقى شبهها ساعات بتبقى مختلفة عنها بس هي بتقلد ده لان الكيك هي اللي بتسيت الليسنر انه هو يبقى عارف فين بداية الموسيقى فين الليسنير هي اللي تديره العد اللي بتديره الخبطة اللي هو اللي بتخلي الموضوع اقاعيا شكله حلو يعني والهاي هاتس بتعمل حاجة اسمها sense of rhythm يعني هي اللي بتعمل هي اللي بتعمل حاجة ما بين كيك والسنير لان كيك والسنير بلعبو فبيبقى فيه بينهم فراغات يعني لو فيش فراغات ده مبقاش درومز مبقاش اقاعا فلازم اللي يبقى فيه فراغات فاللي بيمنى الفراغات دي نوعا ما بيبقى الهااتس ساعات بيبقى فيه بركوشنز تانية بتعمل الفراغات ده طبعا يعني بشرح درومز باختصار شديد فمسايا باللقتي جبت فور كيك ستاعنا اسمعهم لو جدا نلاحظ نلاقي ان الكيكات اللي اخترتها دي مليانة من الاول يعني مليانة يعني الكيك نفسها صوتها قوي طب يعني هل لازم درومز يبقى صوتها قوي لا مش لازم خالص يبقى صوتها قوي من حيث الفوليوم او الحجم بتاعها على الودن يعني بس انت ينفع تجيب درومز صوتها قوي وبعد كده تخفف من حدتها اسهل بكتير من انت تجيب درومز صوت ضعيف جدا وتحاول تهط مليون حاجة علشان توصلها ان هي تبقى صوتها قوي ومليان النوع ده من موسيقى بالذات مثلا الهاوس او كده يعني الدرومز دعته لازم تبقى قوية وعنيفة ومليانة المنطقة دي انت تحاول تبتدي بالدرومز بالذات لو انت مش عارف انت عايز تعمليه الاول فانت بتحاول تبتدي بالدرومز يبقى صوتها مليان على قد ما تقدر فالكيكس دي صوتها مليان فعشان تعرف تختار كيك كويسة حاول تختار كيك يبقى صوتها مليان بقاش فيه حاجة مبالغ فيها بقاش فيها مثلا سابتون كتير بقاش فيها رهيبة مبقاش فيها ترانزينت ممكن يعني الترانزينت ممكن يبقى او التاج بتاع السامب النفسها اللي هي اول حتة دي خالص اللي هي دي اللي هي الجزئية دي ده بنسميه ترانزينت او بنسميه التاج اللي هي اول حتة خالص وده بنسميه البودي البودي ده بيبقى يعني بتبقى تحت الستين او كده وبتبقى عادة اللينكت بتاعتها بتبقى طويلة مش زي الترانزينت وانت محتاج برضو من ده يعني محتاج البيز اللي في الكيكاية نفسها يبقى برضو واضح بس لو هي طويلة او زادة عن اللزوم ممكن تعملك مشاكل بالزات لما تيجي تلاير بيز بجد ولو هي برضو وطية قوي او مش موجودة خالص فتحس ان الكيكاية مش ميديها كل اللي انت عايزه ومع الخبرة كده بتعرف كيكاية اللي انت محتاجها صوتها عمل ازاي لكن في الاخر هي كلها تعتمد على التجربة كتير يعني مهما كنت خبير في الموضوع انت لازم برضو تجرب كتير لان يعني كيكاية ممكن تنفع في ترك معين ترك تاني متنفعش خالص فدي لازم يبقى فيها تجربة كتير فالمهم احنا ممكن نعمل باترن انا عاجبني اول واحدة هالمعنى كده انده قرار نهائي لا بس هو ده نقطة بداية كويسة تبقى عندك حاجة في بيرستل او مارينا في التعامل معاها بحيث انها تنفع في موقف كتير ولما الدنيا تتميلي عندك اكتر ممكن ساعتها ترجع وتغير حاجة معانا بس طبعا لازم تخلي بالك ان انت لو غيرت حاجة بشكل واضح ممكن تغير الفيل خالص بتاع الغنية وتغير احساسها وصوتها وبتاع فبادي برضو حاجة تخلي بالك منها ممكن نعمل كده لو عملنا باترن اربع كيكات في بداية كل بار البار ده متقسم فور بيتس الميتر بتاعنا بفور فور ممكن ساعتها ممكن نحط سنير نبتدي بقى اللاير سنير لقيت مسلا سنير برضو هيا بصوتها لايق مع الكيكات فممكن نحطها كل 2 بار اللي عملنا كده كده احنا عملنا بيسيك هاوس باترن هاوس ده اساسو هو ده ممكن بقى ساعتها نزود حاجات مثلا والحاجات اللي بتزود بتخلي الدروم سوتو احلى الكلابس الكلابس عندنا نوعين الكلاب عادي بتنزل على يعني بتنزل بالزبط على زي ما البرنامج يعني مزبوط بماثماتيكلي يعني ياما بيبقى في حاجة اسمها بريشيفت الكلابس ودي حاجة برضو هنقلها فمسلا انا عملت ليرنج للكلابكات عا نسمعهم مع بعض الكلاب دي هي الفايل نفسه نازل مش نازل بالزبط على الترانزينت معنا ان فيه فراغ هنا ما بينه وما بين الترانزينت الاساسية على الاول بور فيه حتة هنا فاضية والحتة دي مقصودة يعني ان الكلاب مش المفروض ان هي بقى صوتها بالزبط نازل مع الاسنير لازم الاتنين يوسعوا البعض شوية وهنلاحظ ان الليفت شانل اللي هي دي برضو مختلفة شوية عن الريت شانل فدي بتدي احساس بالعرض لما تسمع حاجتين مختلفتين في ودانك بتحس ان الموضوع بقى فيه عرض بقى فيه استيريو زيادة على الوين ودي حاجة كويسة وبتخلي الصوت يبقى عريض اكتر طب لو انا مش عاجبني الكلاب دي ممكن نجيب حاجة تانية دي كلاب تانية بس الكلاب دي فيها كذا ترانزينت الكذا ترانزينت دول اللي منجي نسمعها كده لوحدها صعب تعرف الكلاب دي تعمل لها ديزاين ازاي يعني تعمل لها الشخص اللي عمل لها او يعني عملها من الاول انت ممكن تعمل الحاجات دي بسنتيسايزر او ممكن تسجل عليهم ممكن يعني ممكن حد يسقف بجد ويعمل الليرنج كذا حاجة ويطلع فايل في الاخير فصعب تعرف بالزبط اللي حصل المهم ان هنا في كذا ترانزينت طبعا انت صعب برضو تسمع كل ترانزينت لوحده ان دي كلها ميلي ساكنز بس انت ممكن تكتفي بكده لان صوتها انت برضو في الاخير تجرد جودنك انت بتبقى سعي مع ايه وممكن تقول والله لا انا عايز اخد صوت ناتشور شوية على الودن فممكن ابعادة حاجة بس لازم نمكشور ان انت الباتر اللي انت عاملها دي هم اللي اتنين بتقفل الجريد يعني معناه بتقفل الماجنت بتاع الماوس الماوس لما تيجي تعمل كده بيتحرك بالزبط بيقفك عند حتة معانا علشان يقلد الحتة اللي وراقه ويعني يخليك تمشي بالزبط على الجريد فانت ممكن تقفل الجريد ده وتتحرك بمزاجك تاخد الاثنين مع بعض ممكن تحركهم حاجة بسيطة ونشوف ممكن صوت يباحل وممكن يبواحش هنشوف اعتقد احسن شوية وفي بقى حاجة اسمها pre-shifted claps هل ده معناه ان pre-shifted claps دي موجودة في اي نوع موسيقى لا دي حاجة ليه علاقة بالهاوس الهاوس بتحب يبقى فيه زي توقع للحاجة اللي جاية دايبا فالpre-shifted دي بيبقى فيها صوت اضافي كده قبل ما تنزل فبتعمل زي توقع للسنير كصوت يعني فده برضو بتخلي الموضوع وفي نفس الوقت انت مش لازم تحطها كل مرة ممكن تحطها مرة او مرة لأ هنشوف دلوقتي دايما هتلاحز ان دي علشان بتبقى صوتها اصلا نازل عالي فحاول دايما ان انت تخلي الماستر بتاعك ما يحمرش فحاول دايما توطي عشان تسيب هيدروم معنى ان هو لسه بيحمر معناها ان فيه الامنت معين انت ممكن تبقى اشواخد بالك الامنت ده صوته عالي زي ده فممكن نقللو شوية لحد لما نشوف بعد كده ممكن بروسس كلم ده ازاي دي بقى في حدقات تانية ممكن نعلى بيوم تاني نوعات بري شفتت كلاب دي ممكن تبقى عالية شوية والحاجة اللاحز طالا قفلتها ان الاسنرية دي ايها اولا صوته شبه السامبل اللي تحتيها فده مش ضايف لحاجة فممكن نغيراه من جبت السنرية صوتها ملوش شخصية خالص بس هو هلايق على الموضوع لان هو يعني صوتها الواحدة ممكن يبقى مملة او مش حالو وخلي بالكو برضو دي حاجة مهمة جدا في التوزيع ان مش لازم صوت الحاجة يبقى حالو الواحده مهم الموضوع البعض عامل ازاي الصوت الواحده عامل كده اللي عجبني في السنرية دي ان هي شورت ان هي مش طويلة طول ده بيخليك محدد قوي فنت بعد كده هتكمل ازاي بيخلي الدرامز اللي صوت معين كده انا بحب دايما اشتغل بطريقة متحفزة في الاول وبعد كده ممكن يعني اتشاء بعدين لكن في الاول بحاول اخلي الموضوع يبقى صوت طبعا ممكن برضو ان احنا لو السنر عجبنا بس البادي بتاعها كبير احنا ممكن نقصرها خالص يعني ممكن نجيب كده ونقطع مثلا اخر حتة ونعمل فيد بحيث ان هي حاول نقلد الناتشرال ديكاي بتاع او التآكل الطبيعي بتاع اي صوت في الدنيا فممكن يقص صوت كده طبعا السمبل دي قريدي شورت فمش محتاجة تقسر عن كده بس انا بغريكوا الفكرة طبعا دي كده قسر تزيد عن زوم لو مش عاجبك الموضوع ده ممكن ترجعها تاني يعني ممكن تلعب في الطول بتاعها زي ما انت عايز اي اصلا عجباني بالاول فمش مش محتاجة حاجة يعني هنرجع زي ما هي نسمع بقى البيت على بعضها هنحس ان وضوع بقى الطف ممكن بقى ساعتها نجيب هاي هاتس هاي هاتس ممكن تبقى معقدة وممكن تبقى بسيطة جدا جدا جرب الاول البسيط وشوف لو نقصك حاجة ثانية بعد كده ممكن نعملها بس جرب الاول حاجة بسيطة خالص ده صوت هاي هاتس طبيعي خالص هنوظفه بقى جوا هنممكن نعمل كده الهاي هاتس دايما بتنزل ما بين الكيك والسنير في البيت اللي في النص هو هنا في النص واحد اثنين تلاتة اربعة وبعد كده بيبتدي بار جديد هو البيت اللي في المص اللي هو هنا هنوطي طبعا صوته لان صوته صوت الهاي هاتس مش مفروض يبقى عالي خالص لان هو الصوت اصوات الحادة عادة اللي الحادة يعني في هاي فريكونسيز بيبقى صوتها يعني واضح للودن من غير من عاليه جامد مش محتاجة عاليه علشان احس بيه طبعا لو وطي زاد على زوم احس ان الموضوع مش مظبوط يعني فهي برضو ليها سويت سبوت بس حاول توطي الهاي هاتس على قد ما تقدر لحد لما تحس ان انت خلاص مش سمعها يعني تعالي نزبط الباترن الاول ناخد اول منظر كده وبعد كده نكرره نعمل كابي بيست ودي سكيلز يعني بتاع البرنامج يعني سهل القوي ان انت هتتعلمها او ممكن نعمل برضو سيريوس ازاي تتعلم البرنامج لان انا هنا دلوقتي مش بعلم البرنامج انا هنا بعلم التوزيع فيه فرق ما بيه ان انا بعلمك البرنامج بيشتغل ازاي وفيه فرق بان انت هتتعلم بعد لما تعلمت البرنامج اعمل ممزيكة ازاي ده موضوعتيني خالص وجدنا نلاحظ هنلاقي ان المزيكة برضو قالي تعالي المستر فممكن نقطي اكتر ناخدهم كلهم مع بعض نقطيهم انا حاس ان الصوت ده لسه عالي ليه انا بعمل بالانس في الاول ودعم فيه ناس ممكن تعتبروا ميكسنج الميكسنج دي حاجة انت بتعملها من اول ما بتفتح بكمبيوتر انت كده كده جزء كبير من الموسيقى بتتلاير ازاي مع بعض ان هي بيبقى فيه بالانس في الامبليتود بتاع كل صوت بالانس ده تستناش لحد لما تخلص كل حاجة وتحاول تعمل بالانس انت هتلاقي مفاجآت واتلاقي حاجات مش لاقيه اصلا على بعض من الاول بس انت كان في دماغك من الاول ان انت فاكر ان هي لما يتعمل لها ميكسنج هتبقى كويسة لا حاول تعمل على الاقل وانت شغل طول ما انت شغل تعمل معنات تحاول تخلي الصوت قريب شوية للنتيجة النهائية يعني طبعا في حاجات كتيرة ممكن نعملها عشان نخلي الصوت اصبط من كده بكتير لازم الصوت يبقى مناسب قوي في الاول اشتركوا في القناة 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 شكرا